اشتركوا في القناة الكلاب كان شفوها بزاف المرات في طاورطاء وقد جمعها غالبا واحد الحفرة اللي كي جمع فيها الأزبال من بعد حاولنا نجريو عليهم استطعوا أنهم يهربوا من الأماكن اللي كيدخل منها الماء جينا نتفقد القاتع دينا لقينب اللي مات واحد مجموعة من القاتع في الكبار ووحد الشاء من ديمن وكذلك من الماعز رأس من الماعز وهذه المشكلة كان عانوا منه في طاورطاء وكتعاني منه الساكنة بصفة عامة وبزاف الناس وقعوا بزاف المشاكل تكلالهم الحيوانات ديالهم والماشية ديالهم وكي عانوا في صمت وكانوا وجهوني داء الصوتات المختصة باش يكتفوا الإجراءات تعهم ويدروا متابعة هذي الكلاب الضالة اللي لا قدر الله اللي لا بقت على الحال هذي فالا ربما جي في طريقة الإنسان كما أنه كما قلت بزاف الناس كما أنه بزاف الناس معانا في طاوطة من الناس للفلاحة والكسبة اللي وقع لهم مشاكل مماتلة هذي في هجوم الكلاب الضالة على مساكنهم وعلى الضيعات ديالهم الفلاحية وتلفوا لهم بزاف من المغروسات ديالهم وكذلك قتلوا لهم الماشية ديالهم وهذي الناس كلهم ملقوش أدان صاغيان بعد شكواليشكا والحد الآن كيكون شي تحركوات قليل قليل بزاف ماشي في مستوى المطلوب أتمنى أن الناس مسؤولين يتأخذوا هذا النداء هذا بجد جاء ويخرجوا في المشاكل اللي كان منها الساكن ديال الترطان وخصا على المشكل ديال الكلاب الضالة اشتركوا في القناة شكرا شكرا